السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الكثير من المميزات مثل ما راح نشوفها بعد شوي شوي الفيديو راقل يكون شوي طويل يعني الأمور اللي موجودة في هذه الأداة اللي ممكن نستفيد منعدها واسعة جدا فأحاول أغطي الأهم منعدها اللي تكون ممتازة في عملنا لو نعمل شير ونفتح الجوجل لو كتبنا الموقع اسمه رأس النجالي هذي ميرو أنا سجلت به ميرو دوت كوم بالبداية راح يطلب تسجيل عن طريق الجوجل لازم عندك جيميل حتى تسجل به يبدي يسألك بعض الأسئلة البسيطة أنت شنو شغلك بتشتغل وين عدد الناس اللي تشتغل بالمؤسسة يعني كلها اسئلة مين عرفتنا ممكن نجاوب أي جواب ماكو أي مشكلة من بعد ما تخلصها راح تمفتح عندي هذه الصفحة اللي أمامنا مني مشوف أبغريد معناته هو موفري 100% أكو بعض الأمور التطبيقات اللي داخل البورد اللي راح نشوفه هي مو مجانية ولكن ما موجود من مجاني جدا كافي النقطة المهمة بس الأخرى أنه إذا نشوف نسوي أبغريد نشوف أنه الفري اللي حق ثلاث مرات بس أسوي ثلاث لوحات كأنما صبورة ثلاث مرات فقط ممكن أسوي بالبلان اللي هو فريد إذا أريد أشتري أشترك أسوي أبغريد أكو ثلاث أنواع ستارتر وبزنس وإنتبرايز الأسعار مالتهم نشوفها بداية من ثمانية دولار بالشهر 16 وهذا يكون خاص للجامعات والعداد الكبيرة فإحنا يعني لما نشتغل نسوي ثلاث محاضرات مثلا وينتي ممكن أنه نطلع إذا نسد هذا الحساب مالتي ممكن أسوي logout وأبدي أسوي حساب جيميل آخر وأدخل وأستفيد من الموقع مرة أخرى طيب لو ندخل الآن طبعا أكو تمبلت كثيرة أنواع عديدة من التمبلت اللي ممكن أنه نستخدمها لكن نحن نريد بشكل عام ندخل على البورد الأساسي كأنها صبورة عندي حتى نشتغل عليها فجرد أضغط هذه create team board شوف هذه الصبورة اللي ظهرت عندي على شكل مربعات ينطيني هذه بالبداية مثل الأنواع يذكر لي شنو الأنواع اللي موجودة من البوردات اللي ممكن أنه استخدمها كلها هذي داخل البورد الأساسي هذي كل التمبلت اللي ممكن أنه أشتغل بيها بعضها free وبعضها الآخر نسوي لها upgrade هذي نغلقها ما نحتاجها هذي احنا اللي موجودة عدن راح نسمي مثلا خلينا التسمية الآن نجي لها واحدة واحدة من هنا المين منيو المين منيو أنا شنو أريد أريد board البورد أنا يعني هذا هو طلعنا كملنا فأبدي شنو أريد من البورد مالتي أضغط على هذي النقطة هنانا راح أشوف عندي generate sticky note generate sequence diagram generate image generate code هذا هو المهم الآن اللي احنا نريد نشرحه اليوم اللي هو generate mind map فمجرد أبغط عليه طلعت لعندي هذي الأمور كلها هذي الآن يعني ما نتكلم عنها نجي شنو نريد نتكلم عن شنو فعلى سبيل المثال نقول على سبيل المثال لو نختار أنه أي موضوع كان خليكم موضوع أنا قريب عليه بالكيميا حتى أقدر أشوف النتائج اللي ممكن تظهر فلو قلت مثلا polyamides على سبيل المثال في generating your results الآن راح ننتظر شويه ظهرت لي هذه الآن الخريطة الذهنية بهالشكل polyamide قسم ليها الى types, application, advantage, definition, properties, manufacturing properties وال disadvantage إذا عجبتني أدوس keep إذا أقول بل كتصير عندي فد شيء إضافي غير شكل فأسوي try again إذا كلها ما أريد غير يعني الفكري أريد أروح على موضوع آخر أضغط على discard طيب أنا الآن هذا polyamide أوكي أريد يعني عاجبني هنا أن يكون فأضغط keep فإذا الآن ثبت ليها هذا الخريطة الابتدائية اللي طلع ليها الشغل راح يكون بالماوس الماوس لما أضغط بالنقرة اليمنى فرح أقدر أحرك البورد إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأعلى وإلى الأسفل الزر على اليسار بالماوس ممكن أنه أقشر به بعدين راح نشوف شون ممكن أنه تأشر على أي شيء من الأمور اللي أنت سويتها هذه العجلة العتلة اللي هي بالنص اللي ممكن أنه تنزل قصير مثل الكرة أو مثل الدائرة حجلة فهذه شنو فائدتها نشوف أنه تزغر وتكبر إذا أسحبها إلى الأسفل راح تزغر أسحبها إلى الأعلى راح تكبر بهالشكل هذا وطبعاً عندي هنا أنا أقدر أكبر وأقدر أصغر من هذه الحلامات طيب الآن كبرت عن طريقة هذه العجلة اللي بنص الماوس وبالزر اليمين بالماوس أقدر مثل ما قلنا أحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى اليمين وإلى اليسار فخلي اعتبه الشكل هذا عندي طيب الأريد أنا يعني الآن راح نعتمد على أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي يسويه بعدين راح أوضح أنه إذا ممكن نستخدم يعني إذا عندي أنا موضوع أريد أخليه نشوف يشتون ممكن أنه نرتبه هساً على سبيل المثال أريد التايب أبغط على هذي التايب ظهرت لي هذي المربع هنا هاي العلامة هي علامة الذكاء الاصطناعي فلما أبغط عليها راح ينطاني expand with topics أو summarize أو ask me anything تريد تسأل سؤال تخليه هنا أنا تريد تسوي عملية summarize للتايب تضغط على هذا تريد أنه يسوي لك expand with topics فتضغط عليها قنشوف شنه راح يصير خلال ثواني قال type of polyamide based on their chemical structure lymphatic aromatic types of polyamide based كذا إذن نطاني عملية تعداد بالحقيقة أو بيين للتايبس للبوليامايد اللي موجود نفس الشيء بالنسبة للapplication نفس الشيء بالنسبة للadvantage ما أريد أوسعها خلي أخذ مو الكل وأيضا نضغط على هذه نانا طبعا نشوف ممكن أنه إذا أنا أكتب أنه يسوي لي fix the grammar or spelling rewrite clearly ممكن يسوي لي expand with question إذا يعني يسويها على شكل أسئلة فخلي نسوي هذا الخيار طاني مجموعة كبيرة من الأسئلة الهنانة اللي ممكن أنه الطالب يبدأ يجاوب عليها بالحقيقة keep أو try again or discord في كل حالة أنه أسوي راح تظهر لي هذه فعجبتني هذه لو ما عجبتني إذا شفتها خنسوي try again على سبيل المثال نجرب try again أيضا نطعني هالمجموعة الكبيرة هذه أوكي خنأ أقله keep مثلا أريد أشيل قسم من عجبهم هذولا يعني ممكنهم أريدهم أنا يكونون موجودين فمجرد أضغط عليها وأسوي delete إن حذفت هذه ما أريدها مثلا إن حذفت هذه ما أريدها إن حذفت ما أريد أسوي كبيرة الآن يعني الماب مالتي حتى تكون الأمور أوضح أريد أضيف شيء أدوس لplus وأكتب الشيء اللي أنا أريده فيصير يعني شنو اللي ممكن أضيفه هنا راح أضيفه بهالمكان عن طريق البلس اللي ضفناها ما أريدها ألغيها وخلاص فصار عندي هنا أربع أي وحدة من هذولا طبعا اللي هي صارت من أضغط عليها أيضا أكو بلس ممكن إنه أنا أسوي خط وأنا أكتب أو ممكن إنه أستخدم الميرو أسست اللي هو الذكاء الاصطناعي ومثلا ممكن هنا أنا ترجمة بس للعربي ما موجود للأسف ممكن إنه كثير من الخيارات وممكن إذا أضغرها شوية وأصعد هل فوق حتى تصير واضحة أكثر ناخد العفو هذي expand with the question وأيضا تحت expand with not فرح يطيني فتشرح مثلا إله مثل ما نشوف الكلام كان عندي يمن على type of based on the chemical structure الأليفاتيك and aromatic فنطعني الأليفاتيك الأروماتيك بوليامايد سيمي أروماتيك بوليامايد فنطعني فالتفصيلات إضافية للموضوع أيضا الجهة الأخرى أيضا لما أريد التحريف أليه فسوي بنفس الشكل expand with idea فمجرى الثوانية رح يبدي ينطيني تحريف للبوليامايد الآن المحاضرة كلها جاي تصير عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي هو اللي يعده ويرتبنا بشكل كامل نتظر شوية ونشوف نطعني هذه التحريف definition كذا واحد ثمين ثلاثة مثلا أنا هذا ما أريد هذا التحريف فأريد أنطي الطلاب فقط هاي التحريفين properties مثلا أنا أريد أركز على ال properties وال definition بهذا الجهة ما أريد أركز على manufactures عملية التصنيع شلون وال disadvantage عدم المساوئ مالته فأروح على ال properties وأيضا خلي أظهرها حتى تظهرها بحا expand here with the question وآخر وحدة with note شوطاني مجموعة ما شاء الله كبيرة جدا من المعلومات اللي هي تخص ال properties واللي هي بالحقيقة جد كلها مهمة جدا للطالب أنه مثلا بال polymer لما ياخذ حتى يكون عنده شكل يعني المعلومات وافية طيب أنا إذا أريد أسويها بالعربي فممكن أنه هذا يعني أي شيء نانا طبعا من أضغط عليه ممكن أنه أغير وأكتب أي شيء براحتي هسا ما أريد أغير حتى أنطقة فكرة اللغة الإنجليزية مثلا ما تمو تمام أسوي هذه أخذها control A copy وأفتح google translate بس أريد يعني ما راح نسوي كله بس أريد أوضح الفكرة paste أقدر أخذ اللي صار بالعربي وأرجع control A وأسوي لعملية paste لصق فصار اللي عندي هنا بالعربي هنا أنا أريد أغيرها أنا فراح أكتب أحولها إلى اللغة العربية poly أموايدات ما نشوف ممكن بمجرد أزايد الخط أكبرها بمعنى أغير اللون مالتها bold كثير من الأمور اللي ممكن أنه أرتبها بشكل ممتاز فممكن أغير أي شيء باللغة العربية أو أو أبدي يعني مثلاً أنا عندي خيارات أقل من هذه باللغة العربية فمجرد أنا عندي مطبوعة كاملة فمن هذا البلس اللي قلناه من زيد بلس راح يجيلي الفرع وأقدر أخلي اللي أريده أنا بي يعني ما يحتاج هنا أنا سويت هس هذا الفرع الجديد هنا أنا إذا نشوفه من دست البلس صار عندي هنا أنا تايب أي شيء فباللغة العربية أقدر أكتب أي شيء إنه أنا أريده براحتي إذا ما عندي شيء بهذه مثل ما قلنا نسوي لديليت ونخلص من عنده إذن يا أما أنا أعتمد مبدئياً على الذكاء الاصطناعي بحيث يكملي البرام ماب ماتة كلها بالكامل ومعلوماتها أشوفها وشيكها أو أستغلها وأبدي أغير بالشكل اللي أنا أريده طيب نيجي على المميزات اللي موجودة إذا نشوفه هنانا التمبلت التمبلت ما رح نروح لهم لأنه إحنا اختارينا إنه يصير بهالشكل اللي براين مات عندي هنا التكست من أريد أضيف أي شيء ملاحظة أو أي فتشي أي فقرة مثلاً هنانا أراجع الانتباه مثلاً لهذه النقلة كل شيء صغيرة نكبر هنقدر نكبرها براحتنا مثل ما نشوف ممكن أنه أسويها بلون معين تكون مميزة مثل ما نشوفه الآن بعد اللون موك لش تمام مثلاً خليها بلون آخر بلون أزرق مثلاً بهالشكل فممكن عن طريق هذه التكست أنه أنا أضيف أي شيء وأقعد أخلي يعني في أي مكان أريد أن أقله ممكن أخليه براحتي من هالناحية طيب هنانا الستيكي نوت ممكن أن أسوي نوتس اللي هي البطاقات الصغيرة لما أخذ هذه خلي ألغيها هذه حتى تبين بشكل تمام ممكن هذا طبعاً العودة أنه ألغي كأنما تراجع لو أخذت هذه بطاقة هنا أنا خليتها ممكن أغير اللون مالتها مثلاً ما عجبتني ممكن سويها أي لون اللي أريده بهالشكل فآن المتاح وأقدر أيضاً هنا أنا أكتب الملاحظة اللي أريد أخليها وأخلي هذا النوت بالمكان اللي أنا أشوفها مناسب وهذه النوت ممكن أصغرها أو أكبرها أيضاً بالشكل اللي أنا أريده طيب نجي هنا نجي هنا الشيب إنه ممكن إنه أريد أخلي فد رسوم يعني مثل ما نشوف هنا أنا مثلاً دائرة وأكتب بها فد شي أريد أضيفها ممكن أخلي أي شي أنا ببالي ممكن أنه أضيفها هنا أنا إذا ما أريد إذا أريد أضيفها إذا نذكر إنه بالزر الأيسر للمووس ممكن يعني بهالشكل أخلي وأدوس دليت من الحاسبة وأنتهي من عنده طيب هذا السهم شنو هذا السهم ممكن أنه يكون عندي فد ارتباط مثلاً بين واحدة منها الفروع مع فرع آخر ضمن الخريطة مالتي فأريد أريد أقول أنا هذا إلى فد ارتباط بمن بهذا رح يصير بهالشكل من هنا رح تظهر لي هذه النقاط أقدر أغيرها بهالشكل بالشكل اللي تنطيني يعني شون أنا أريد أسوي الخطيجي شون أريد أسوي الالتقاء بشكل معين فهذا شنو معناته الآن معناته أنه أكفت ترابط وثيق بين هاي الفقرة مع الفقرة اللي بعدها طيب آه ننلق هذه ينطيني بعض التنبيهات أو بعض الشغلات شون أنه يساعدني كيف أنه أشتغل لما يطين تظهر لي شاشات صغيرة طيب آه أوبن فريم لفريمز مثل من أسمها أنه رح يعني كأنما يدخل سلايد أو غيرها فهذه هسا ما نجي لها نعوفها لأنه ما رح تفيدنا بشي الآن طيب لو إجينا إلى هنانا هذه الأمور رح نشوف هنانا عندي بعض الأمور المتازة جدا من ناحية شنو من ناحية أنه هذا تايمور مثلا أنطي خمس دقائق للطالب أنه يحل المسألة لكنه إذا نشوف هنا هذه لازم أبغريد فما رح ينطين إياها يعني ما رح يكون متاح بالفريم هذه هنا الفوتينج مثل تصويت أنه الطلاب من ومع هاي الفكرة من ومع هاي الفكرة لكنه لما أضغط عليها أيضا رح أشوف أنه يحتاج أبغريد فما رح بالحقيقة بالنسخة المجانية اللي رح يفيد بشكل كلش كبير أنه هذه ممكن أسجل الشرح مالتي من أخلص كل المحاضرة بالكامل ممكن أجي إلى هذه لأنه أبدي أسجل تسجيل الفيديو وأشرح بحيث من أريد أشاركه بعدين مع الطلاب ما يحتاج أنه أنا أعيد الشرح مرة ثانية خلي نشوف على سبيل المثال رح يقول record or talk track مجرد أضغطها رح يطلب من عندك أنه يستخدم الكاميرا أو المايك فممكن أنت تستخدم الكاميرا أو تلغي هالكاميرا بحيث ما تريد تطلع يعني صورتك أثناء الدرس للطلاب قد يكون مثلا أحد المدرسات ما تريد أنه تكون صورتها أو شكلها يعني يطلع بالفيديو أو أنه تبقى تبقيها وتبدي رح كأنما الآن ألقي محاضرة أنا حتى تشوفون شون التسجيل فمجرد أقول start record قاني 3-2-1 رح يبدي let's go فأبدي أشرح أنا أقول السلام عليكم أعزائي الطلاب اليوم موضوعنا عن البولي أمايدات والبولي أمايدات إذا ريد نعرف فهي شكل يعني يكون ممتاز وراع بالحقيقة الآن ما سجل ما طلعت الكاميرا عنده هنا بسبب أنا يعني مستغل الكاميرا للزوم يعني تسجيلي بالزوم الآن جاي يسجل بوجود الكاميرا لذلك ما ظهرت الكاميرا لو ألغي الزوم قلي نلغي الكاميرا ما الزوم ونشوف الآن لغيت الكاميرا قلي نسوي stop طبعا التسجيل اللي صار لو أضغط هسا هذي هنا التسجيل هنا خلى ليا بهذا المكان فأريد أنا وين شرحت على ال definition أخلي هنا لو أضغط play هذا التسجيل الآن والماوس هذا حركة ماوس كيف كانت حقا فهي خلي خلي أوقف خلي نعيد التجربة مرة ثانية record شوف شوف هنا ظهرت الكاميرا الآن بالأداة نفس الذكاء الصناعي ثري تو كاميرتي الآن هنا مختلفة ما بيها منصة يقين فأدي أشرح عزائنا الطلبة كذا وكذا وانا يعني chemical resistance polyamatic 7 good resistance to various chemicals such as acid base and solvent إلى أن أخلص يعني الشرح ماتي بالضبط وأسوي stop بنفس الكيفية راح ينطيني شوف بالمكان النفس اللي أنا اشرحت الآن به أجي أغير وين أريد أخلي بالضبط بأي مكان وهذه هنا صار عندي معناته تسجيل لو أسوي play فما بي من الصديقين فأدي أشرح عزائنا الطلبة كذا وكذا يعني chemical resistance polyamatic 7 good resistance to various chemicals شوف هذا التجيل ثواني اللي سجلت بها الآن أخلص يعني الشرح ماتي بالضبط وأسوي stop تمام نرجع على كاميرا الزوم إذن هنا هذي صار عندي تسجيلي الآن وتسجيلي كل واحدة أخليها في مكان للشرح ما ممكن يعني هو محدد عدد دقائق محددة للتسجيل فكل فقرة أبدي أسجلها وأخلي الفيديو مالتها جنبها حتى الطالب رأسا يجي بعدين راح نشوف من هنا شير راح نسمي هنا نسمي بوليامايد بوليامايد الاسم البورد مالتي راح يصير شوف هنا نتحول إلى بوليامايد وإنتر إيميل أو إيميل من سلاك جوجل أو مايكروسوف لإيميلات اللي يقبلها أنه هاي الثلاث أنواع من الإيميلات فعندي الكابي تيم إيميل لينك هذي أقدر هنا لينك مالت البورد كل بالآخذ وأجز إلى الطلاب وأوافق لهم أو أنا أنطي الإيميلات أكتب الإيميلات مالتهم ونانا وأخليهم يجون طيب هذه أهمية الموقع بأنه أقدر أسجل فيديو أو بدون فيديو مجرد صوت وأخلي الشرح مالتي على الماب نفسه أو على هذا البورد الكامل نفسه طيب شنو عندنا هذه هنا نوت إذا أريد أضيف أيضا نوت أبين للطلاب أنه أقرب الصباح كذا أقرب الصباح يعني أخليها وأضيفها كملاحظات وممكن هنا يصير تشات بحيث من يكونون موجودين وياي أحشوا يهم وهم يردون عليه بالتشات هنا فيكون ممتاز بهالشي كذلك كتفاعل هذه ما أفضل أنه ذول تروح لأنه الرياكشن أنه مثلا إذا أسمح أنه أفتح معناته يعني أخلي الطالب إذا أسمح علومية راح أخلي أنه أي واحد من الطلاب ينطيني هذه العلامات ينطيني قلب ينطيني أوكي واحد راسا في جهر يعني الأفضل أنه هذه تغلق فبعد ما يقلون الطلاب أنه يستخدموها هذي هنانا ما جاي تاغ شو كولابريتر كورسرز أنه إذا أسمح لأحد أنه هو يشتغل وياي يعني يغير بالماب أيضا هذي ما أفضل أنه تكون موجود طيب شنو بعد اللي نريد مور أبليكيشن هنانا المور أبليكيشن إذا نشوف أنه ممكن أنه أسوي في الديقرامات خاصة عن طريق الشيبس هذي إذا أرجع وفه هذي مور أبليكيشن لأنه أخذناها مايد ماب أسوي مايد ماب أخرى ستيكي نوت هنا الميزة اللي ما شرحنا مثل بين ممكن أستخدم بين أيضا ممكن أغير حسب الألوان أريد أنطي ملاحظة بالقلم هنا أنا مثلا بهالشكل هذا ترى مهم أثناء الشرح من أشرح وأسجل فأنطي بهالشكل ما أريد أرجع أسوي لها مسح بهذه المساحة وتنتهي أخلص من عدها هنا الهايلايتر عندي فد نقطة أريد أسوي لها هايلايت مثلا بالأصفر باللون الأصفر مثلا أوكي هذي فأسوي هايلايت هاي معنات أنه أنا جال أكد لهم أنه هاي نقطة مهمة ينتبهون لها فيكون على شكل هايلايت إذا ما أريد هاي أما بهذه أمسحة أو بالتراجع من هنا هنا أنا عندي سمارت دراوينج هو يساعدني بالرسم يعني مثلا إذا أرسم دائرة دائرة مخربطة هو راح يعد ليها وسوي ليها قارطة مرد إذا أريد أسوي لي مثل هو راح يعد المثل ويسوي بالشكل فهذا سمارت دراوينج هو راح يساعدني في عمل الرسومات اللي أنا أريدها هنا أنا أريد أحدد يعني أسوي فالتحديد للكل لمجموعة كل بالكامل فرح يكونون يتعينون بهذا الشكل دلالة على أنه أكفد ارتباطات بين إذا أريدها أريدها أبقيها إذا ما أبقيها مجرد أسوي تراجع وألغيها أشيدها هذه راحت هذه المميزات اللي موجودة عندي هنا طيب شنو بقى عندي بقى عندي هذه الميزة الجميلة الأخرى اللي موجودة عندنا أنه لو اضغطت هنا خلي أصغر هذه هذه خلي الغيابات أجي هنا أضغط على هذه لو اكتبت ل presentation about poly amites نفس الموضوع اللي احنا نريد وأضغط هذه هذه هنا الذكاء الاصطناعي بنفس الموقع راح يرسوي لي إنشاء سلايدات لل PowerPoint PowerPoint خلص سوالي هذه سلايدات 4 5 6 سلايدات سوالها بهالشكل جهز لياها فشنو أشوف هنا أنا أكو create مجرد أضغط ها هل تريد على شكل الشرائح الأوراق الصبراء والزرقة يكون يلصق لياها لو يكون على شكل presentation فأنا أريد presentation شوف شوف شنو راح يصير عندي الآن يعمل presentation يحول هاي الكتاب إلى كأنما presentation PowerPoint شوف واحدة ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع شرائح عنوان والست شرائح اللي هو كسوال يها هنا بهالشكل هذا أي من أريد أريد أشوف أي وحدة وأريد أغير أي شي بها ممكن أغير الكتاب أغير الصورة اللي موجودة أي شي اللي أريد ممكن أنه أسوي براحتي بشكل ممتاز أريد أشوف اللي أقدم من هنا أريد أشوف الpowerpoint خلي أقول present شوف هذا الفريم الأول فريم الثاني فريم الثالث فريم الرابع فريم الخامس فريم السادس والفريم النهائي هذي رح يشوف ونصار كأنه مع عرض powerpoint ممكن هنا أنا سوقف ممكن أنه مثل ما قلنا أغير أي شي أريد وأكمل هنا بيكون عندي عرض كامل powerpoint متاح بنفس الوقت يلخص هذا اللي موجود هنا بالنهاية مثل ما شفنا أنه عن طريق هذا الشير ممكن نكتب الإيميل مع الطلاب أو نضيفهم أو ننطي access لهم هذه نختار هذه نخليها viewer نختار هذه وننطي للطلاب فرح يجون يشوفون دخلون يشوفون ويشوفون التسجيل اللي إحنا سجلناه بالكامل فيكون عندهم محاضرة جاهزة كاملة بالكامل مثل ما قلنا ممكن أنه نعتمد على الذكاء الصناعي بي وممكن لا نعتمد على نفسنا يسوي الماب الصغير ونا أول مرة وبعدين ألغي الكلمات هنا وأدخل المادة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية براحتي مثل ما قلنا الميزة إنه إذا أريد أعتمد على اللي هو أنطاني فممكن عن طريق الترجمة مع الـ Google Translate واسحب وأرجع أخليها هنا فأحول المادة إلى اللغة العربية براحتي أيضا ممكن إنه عن طريق هنا سوي export this board إنه أصدر على شكل image أو على شكل PDF حتى تصدر كامل لازم شنو أسوي أصغر بالكامل أختار يعني المكان اللي أريد إنه يكون مثلا هذا رح يكون بالشكل و أقل save image للأسف اللي الـ resolution الممتاز لازم upgrade ما ينطيني ألا الـ small اللي يعني رح ينطيني إياها خلنش راويكم إياها رح ينطيني إياها على شكل صورة لو أفتحها هذه الصورة الآن اللي سوى لها سمعها بنفس الاسم مالتا و أفح حقيقيا لكن إذا كبرتها resolution مالتا رح يبدأ شوية يصير أضعف يعني أقل قد يكون مو كل شو واضح خاصة إذا كانت الماب جدا كبيرة أو ممكن أنه أسوي save as pdf أيضا small file size مو best quality best quality لازم أسوي لأ upgrade فلو أشوف شون رح ينطيني إياها ولي أمايد introduction ونطاني العرض اللي سويت على على شكل pdf ممتاز وروعة بالحقيقة فهذا موقع وأعتقد موقع جدا رائع ومفيد لكل المدرسين والمعلمين ممكن يساون بمحاضرات تفاعلية مع كل الطلاب ويستغلون بشكل كامل أتمنى أنه يكون الموقع مفيد لحضراتكم وآسف للإطالة حاولت أنه أركز على أغلب الأمور اللي هي يعني مفيدة وليس كل الأمور اللي موجودة بالموقع شكرا جزيلا موسيقى